من هنا يتجلى لنا هذا المعنى في الرواية التي أقرأها عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة الثانية بعد الخمسمائة إنه الحديث العاشر أقرأ عليكم من الصفحة الثالثة بعد الخمسمائة بسنده بسند الصدوق عن عبد الرحيم القصير قال لي أبو جعفر صلوات الله عليه إنه باقر العلوم أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء الحميراء عائشة أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء هذا جزء من المحكمة والمحاكمة هذا جزء من بيان الحقائق مثلما نبش القبرين في المدينة أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها ماذا فعلت عائشة بفاطمة؟ الحديث طويل في حياتها وبعد استشهادها صلوات الله عليها قلت جعلت في ذاك ولما يجلدها الحد قال لفريتها على أم إبراهيم إنها السيدة مارية القبطية أم المؤمنين أم إبراهيم افترت هي عليها مع حفصة ومع أبي بكر وعمر في أحاديث العترة لا شأن لي بسقيفة بني ساعدة وما يقولون ولا شأن لي بسقيفة بني طوسي وما يظهرون من خرائهم من أفواههم لا شأن لي بهم في أحاديث العترة ما يعرف بحديث الإفك هو افتراء عائشة مع حفصة مع أبي بكر وعمر على السيدة مارية القبطية أم إبراهيم من أنها كانت زانية ومن أن جريج القبطية كان قد زنا بها ومن أن إبراهيم الذي هو ابن رسول الله ما هو بابن رسول الله هو ابن جريج القبطي هذه الروايات موجودة عندنا والكلام مفصل في أحاديث العترة الطاهرة الآيات التي في سورة النور في أوائل سورة النور التي تعرف بآيات حديث الإفك ترتبط بالسيدة مارية القبطية إنها تبرئة لها من افتراءات عائشة وحفصة وأبي بكر وعمار أما هذه الحادثة التي ترويها عائشة بعد وفاة السيدة مارية القبطية وهي لم يكن عندها من عشيرة أو من أهل ابنها إبراهيم توفي في حياتها وهي توفيت بعد ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بفترة قريبة فنسيت ونسي أمرها فجاءتنا عائشة بأكاذيبها كأكاذيبها الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم الأحاديث التي تفوح منها رائحة الجنس وهي رائحة قبيحة إنها الأحاديث القذرة التي تنسب القبائح لرسول الله صلى الله عليه وآله وقد عرضت جانبا مهما منها في مجموعة حلقات صولة القمر في برنامج الخاتمة يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات مجموعة من الأحاديث العائشية المكذوبة على رسول الله التي جاءت مروية في البخاري ومسلم فهذه حكاية أن عائشة خرجت مع رسول الله في بعض غزواته وبعد ذلك اتهمت مع صفوان بن المعطل حكاية طويلة لا مجال لسردها وإيرادها ومن أنها اتهمت من قبل بعض الصحابة من أنها كانت زانية الحكاية لا حقيقة لها ولم يحدث شيء من هذا آيات حديث الإفك هي حكاية افتراء عائشته مع حفصته مع أبي بكر وعمار على السيدة مارية القبطية وإلى هذا يشير إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه قلت جعلت في ذاك ولما ولما يجلدها الحد قال لفريتها على أم إبراهيم وما كانت تستحي تقول للرسول الله من أن إبراهيم ما هو بولدك لأن النبي كان يحبه كثيرا كان يحب إبراهيم فكانت تغار لأنها لم تكن قد أنجبت ولدا لرسول الله تغار من السيدة مارية القبطية أم المؤمنين أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد الحديث هنا طويل عن الذي فعلته عائشة وفعله أبوها وأعتقد أن أكذوبة أن النبي لا يورث من العناوين الواضحة مما فعله أبو بكر وعائشة في حق فاطمة صلوات الله عليها وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها قلت جعلت في ذاك ولم يجلدها الحد قال لفريتها على أم إبراهيم قلت فكيف أخره الله للقائم لماذا لم يقمه رسول الله فقال له لأن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة كان النبي صلى الله عليه وآله يُعامل الناس ويُعامل أصحابه يُعامل المسيئين منهم بالرحمة وبالمدارات وبالملاطفة لأن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة ويبعث القائمة عليه السلام نقمة هذه لقطة التفاصيل كثيرة ولا أجد مجالا للخوض في كل صغيرة وكبيرة هذه الرواية تثبت لنا ماذا تثبت لنا أن سيرة القائمة ليست كسيرة رسول الله لأنه قد يفهم من كثرة الأحاديث من أن سيرة القائمة كسيرة رسول الله فيتوقع من أن القائمة سيفعل نفس فعل رسول الله وسيقول نفس قول رسول الله ما صدر من رسول الله في مرحلة التنزيل كان مناسبا لتلك المرحلة بعد بيعة الغدير نحن دخلنا في مرحلة التأويل والتأويل تدريجي ويتسامى التأويل في المرحلة القائمية من هنا فإن القائمة سيقيم الحد على الحميراء هذا مصداق من المصاديق وهو جزء من المحاكمة المهدوية العالمية أعتقد أن الصورة صارت واضحة التغيير العظيم له مقدمة المقدمة النتائج التي تصل إليها البشرية بعد التجارب الطويلة وكلمتكم عن ذلك هناك تعطيل للبرنامج الإبليسي وهذا لا يعني أن آثار البرنامج ستتلاشى بالمطلق وبالكامل لكن البرنامج سيعطل من مركزه الرئيس سيتوقف البث البث المباشر سيتوقف سينتهي الحراك الفعلي للبرنامج الإبليسي الآثار السابقة ستبقى موجودة البرنامج الكبير للتغيير العظيم ذكرت لكم ملامحه العامة مفرداته المهمة عملية التطبيق كيف ستكون عملية التطبيق تبدأ من تجفيف منابع المعصية للمعصية وللخطيئة وللجريمة أكانت الجريمة دينية أم كانت الجريمة سياسية أم كانت الجريمة اجتماعية أم كانت الجريمة أخلاقية وكل الجرائم هذه في آخر الأمر تعد من الجرائم الدينية لكنها قد تصبغ بلون معين هناك جريمة دينية مباشرة وهناك جريمة دينية لكنها بلون سياسي وهناك جريمة دينية لكنها بلون اجتماعي وهناك جريمة دينية لكنها بلون اخلاقي الجرائم هي الجرائم الجرائم والمعاصي على اختلاف عنواعها وعلى اختلاف درجاتها ومراتبها من كبائر الكبائر الى الكبائر وإلى الصغائر وإلى صغائر الصغائر الجرائم الجرائم كلها لها منابع ولها مسببات ولها مقدمات برنامج التغيير العظيم في جهة الإنسان وهو المفردة الأهم في هذا التغيير التغيير سيطال كل شيء سيطال الحيوانات سيطال النباتات سيطال الجمادات سيطال كل شيء لكن الإنسان المفردة الأهم والمفردة الأعظم في هذا البرنامج هكذا يبدأ العمل مع الإنسان بتجفيف منابع المعصية الإنسان لن يتحول إلى كائن معصوم وإنما يوفر المشروع المهدوي الأعظم الأجواء العامة والأجواء الخاصة لبني البشر التي تكون ضاغطة عليهم بلطف من دون أن يشعروا ذلك هذه الأجواء تبعدهم عن المعصية والجريمة تشجعهم بنحو نفسي داخلي من دون دفع مباشر تشجعهم على الإقتراب من الطاعة على الإقتراب من الخلق العالي على الإقتراب من الرحمة والرأفة على الإقتراب من الإحسان والصدق والأمانة هناك منابع للمعصية من هذه المنابع سأتحدث عن أهمها الخوف خوف الإنسان من الظلم من أن يظلم خوف الإنسان من ظلم السلطان أو من ظلم الأخوان أو من ظلم الأعداء خوف الإنسان من الظلم من الظلم في نفسه من الظلم في أهله من الظلم في أحبائه وأصدقائه من الظلم في ممتلكاته من الظلم في حقوقه وشؤونه المادية والمعنوية خوف الإنسان من الظلم يدفعه إلى أن يكون ظالما يدفعه إلى المعصية وإلى الجريمة خوف الإنسان مما سيجري في المستقبل في قادم الأيام من خوفه على مصير حياته في الجهة المادية أو المعنوية من خوفه على عمله على تجارته على أسرته على كل شؤون الخوف من المستقبل الخوف من مستقبل سيواجه أطفاله يواجه أولاده يواجه أحفاده خوف الإنسان من المستقبل وهو خوف واسع خوف الإنسان من تضييع حقوقه ومن تضييع فرصه المناسبة الخوف مساحة واسعة جدا إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل فنحن بحاجة إلى حلقة كاملة وربما أكثر كي نتحدث عن هذا المنبع الأساسي من منابع المعصية والجريمة في حياة الناس في ماضي الأيام وفي حاضرها وفيما يأتي من الأيام إمام زماننا يجفف هذا المنبع لأن المشروع المهدوي الأعظم سيعطي للناس أمنا وأمانا بديلا عن هذا الخوف سيعطيهم برنامجا عادلا فليس هناك من خوف من الظلم وليس هناك من خوف من المستقبل وما يجري فيه وليس هناك من خوف من تضييع الحقوق والفرص وليس هناك وليس هناك إنه الأمن والأمان فحينما يجفف هذا المنبع فإن قدرا كبيرا من المعاصي والجرائم سيتوقف فإن الإنسان حينما يستشعر بالأمن والأمان ولا يخاف من ظلم ولا يخاف من مستقبل مجهول ولا يخاف من تضييع حقوق وتضييع فرص مناسبة له أو لأسرته أو لذويه لا يكون مضطرا أن يتحرك باتجاه دائرة المعصية والجريمة لأن الأمن والأمان سيجعلان الإنسان مستقرا هادئا ليس مضطربا الإمام سيجفف هذا المنبع ويجفف منبعا آخر إنه الفقر هذا الفقر الذي يقول عنه أمير المؤمنين كاد الفقر أن يكون كفرا وعمليا هناك كثير من الناس ليس في زماننا فقط عبر التأريخ وفي زماننا فإن الفقر يقودهم إلى الكفر ولذا فإن أمير المؤمنين يقول كاد الفقر أن يكون كفرا الحاجة إلى المال والحاجة إلى الغناء والحاجة إلى رفاهية الحياة الناس يبحثون عن المال لحل مشاكلهم ويبحثون عن الغناء كي يغيروا واقع حياتهم ويبحثون عن رفاهية الحياة بحثا عن الراحة وبحثا عن التنعم بلذائذ الدنيا هذه الأمور الثلاثة يبحث عنها الإنسان ليل نهار أكان الإنسان متدينا أم لم يكن أكان الإنسان عالما أم لم يكن أكان الإنسان صغيرا أم لم يكن أكان شيخا كبيرا أم كان شابا الجميع يبحثون عن المال يبحثون عن النقود لحل مشاكلهم لأن المشاكل في الحياة الدنيوية اليومية لا تحل إلا بالمال يبحثون عن المال لحل مشاكلهم ويبحثون عن الغناء الغناء الحالة المالية الفائقة والعالية جدا يبحثون عن الغناء لتغيير واقع حياتهم المال لحل المشاكل أما الغناء لتغيير واقع الحياة لنقل واقع الحياة من حالة إلى حالة أخرى ويبحثون عن رفاهية الحياة رفاهية الحياة هي التي تسبب الراحة والارتياح وتسبب التلذذ والتنعم بلذائذ الدنيا ونعيمها الناس يبحثون عن هذه الأمور المعنونة بهذه العناوين لكن الذي يضاد كل ذلك الفقر الفقر يمنع الإنسان من أن يحصل على المال الذي يستطيع أن يتخلص من مشاكله به الفقر يمنع الإنسان من أن يكون غنياً كي يغير مستوى حياته على النحو الاجتماعي على النحو الاقتصادي وحتى على النحو الثقافي الفقر يمنع الإنسان من أن يتنعم برفاهية الحياة ولذا كاد الفقر أن يكون كفراً وبسبب الفقر وبسبب سعي الإنسان لتحصيل المال أو سعي الإنسان للوصول إلى الغناء أو سعي الإنسان للحصول على رفاهية الحياة في هذا الطريق وعبر هذه المحاولات ترتكب الجرائم الكثيرة الكثيرة جداً ولذا فإن إمام زماننا يضع الأموال مكدسة بين يدي الناس والمنادي ينادي تعالوا إلى هذا الذي سفكتم فيه الدماء تعالوا إلى هذا الذي قطعتم فيه الأرحام تعالوا 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 إلى هذا الذي ارتكبتم فيه ما ارتكبتم الروايات تقول من أن الناس سيكتفون مالياً بحيث لو قدمت لهم الأموال أو كان بإمكانهم أن يحصلوا على الأموال لما أسرعوا إلى ذلك ولرفضوا ذلك لكثرة ما عندهم من الأموال ولحالة القناعة النفسية والمعنوية التي تهيمن عليهم المشروع المهدوي الأعظم مثلما يجفف منبع الخوف يجفف منبع الفقر تصوروا بسبب تجفيف منبع الخوف وتجفيف منبع الفقر كم من الجرائم وكم من المعاصي التي ستزول من المجتمع البشري هذا لا يعني أنه لا ترتكب جرائم لكنها ستكون نادرة جدا والنادر كما يقال كالمعدوم ستكون نادرة جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر